أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الخليفة أن بلاده تعتبر الحوار الوطني مسألة ذات أولوية من جهة أخرى حذر الأمير سلمان إلى أن الولايات المتحدة قد تخسر نفوذها بالمنطقة في حال واصلت سياساتها الحالية اعتبر ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الخليفة أن بلاده التعلي من قيم الحوار القائم على المسؤولية الوطنية والمشاركة الفاعلة بمنهجية التوافق لمصلحة الوطن ومسيرته وأكد ولي العهد البحريني خلال لقائه وفدا من مجلس العموم البريطاني أن هذا التوجه قد عكس جدية المملكة في مواجهة كافة التحديات بدعم إقليمي ودولي من جهة أخرى حذر ولي عهد مملكة البحرين في مقابلة مع صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية من أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستخسر نفوذها في المنطقة إذا مواصلت سياساتها الخارجية المؤقتة والقائمة على رد الفعل وأشار الأمير سلمان إلى أسلوب تناول إدارة أوباما للأزمة الأخيرة الخاصة بالكيماوي السوري والذي سمح لروسيا بأخذ زمام المبادرة مما جعل بعض الدول تعيد النظر بجدية في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأضاف أن الروس أثبتوا أنهم أصدقاء يعتمد عليهم في إشارة إلى تدخل موسكو الدبلوماسي للحيلولة دون شن الغرب أي عمل عسكري ضد النظام السوري وذكرت صحيفة الديلي تيليغراف أن مسؤولي البحرين قد حذروا من أن نهج الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد يدفع بعدد من الدول العربية الرئيسية إلى الاتجاه لإقامة علاقات أوثق مع روسيا من جهة أخرى أكد السفير الأمريكي في البحرين توماس كراجيسكي أن حل المشكلات في البحرين لن يكون إلا بيد البحرينيين أنفسهم مؤكدا أن الجميع يثق أن البحرينيين سيجدون حلا وأوضح على هامش اختام فعاليات مؤتمر الأمن القومي بحوار المنامة على ضرورة الحل البحريني من جانب آخر أكدت فعاليات سياسية بحرينية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن الفساد منتشر في عمليات التوظيف بالقطاع العام على أساس الولاءات وشدد المساعد السياسي للأمن العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق على مبدأي العدالة والمساواة في تولي الوظائف ونبه المرزوق إلى أنه لا بد من حل سياسي حقيقي يرجع السلطات إلى الشعب وينتهي بإيجاد حل سياسي وطني شامل ليعالج كل هذه المشكلات بتقديم مصلحة البحرين على أي مصلحة فردية أو فئوية